مرحبا متابعينا أنا الدكتور أمجد المسلماني استشاري جراحة الكلة والمسالك البولية اليوم أحكي عن موضوع الفرق بين الفشل الكلوي الحاد والمزمن في الحالتين يكون هناك فقدان لوظائف الكلة أما بالنسبة للفشل الكلوي الحاد يكون هذا الفقدان بشكل متسارع وبشكل سريع وخلال فترة زمنية قليلة وتكون الأعراض واضحة بشكل كبير أما بالفشل الكلوي المزمن يكون هناك فقدان تدريجي في وظائف الكلة بسبب وجود مرض مزمن عادة مثل السكري أو الضغط أو التهاب كبيبات الكلة أعراض الفشل الكلوي الحاد تشبه إلى حد كبير أعراض الفشل الكلوي المزمن مع وجود اختلافات بسيطة أنه في الفشل الكلوي المزمن يكون هناك تغيرات في لون الجلد وشكل الجلد بسبب وجود ضعف وفقر في الدم وأيضا وجود ألام بالعظام تكون حجم الكلة في حالة الفشل الكلوي المزمن تكون عادة حجم صغير وضامر بعكس الفشل الكلوي الحاد الآن العلاج أيضا يختلف في حالة الفشل الكلوي الحاد نعالج السبب المباشر الذي أدى إلى حدوث هذا الفشل الكلوي الحاد ويمكن مع العلاج رجوع الكلة إلى وظيفتها الطبيعية أو شبه الطبيعية أما مع الفشل الكلوي المزمن يكون نهاية العلاج بدنا بديل للكلة باستخدام الغسيل الكلة أو نحتاج إلى زراعة الكلة في آخر الحالات في النهاية أوجه نصيحة للمتابعين أنه إذا صار عندهم أعراض مثل ضعف البول أو إنحباس السوائل في الجسم أو قيء مستمر وغثيان مراجعة الطبيب المختص للتأكد من عدم وجود أعراض لفشل الكلة وشكرا